المؤمن اللي بيخش سوء انتقالات فبيبقى الأسهل بالنسبة له جيب في الصيف ما جيبش في نايل طبعا 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 بتبقى في نايل عشان كل فئلة تبقى حطها القيام بتاعتها مش عايز تتنع على العليم اللي بيجيبه أنا عالي معلومة صغيرة ممكن تزاودها برحتك لا اللي تواصل في الـ 24 ساعة اللي فاته مع وكلاء مش مصريين وطلب أسماء جديدة من الواضح إن القايمة اللي موضوع عداخل النادي الأهلي خلف السوزة مش عالمستوى اللي طلبه مارسل كلر مش مقتنع مش مقتنع مش شاري عايزين أسماء جديدة مش شاري فعايز أسماء جديدة فحصل خلال الـ 24 ساعة اللي فاته إن أمير توفيق تواصل مع وكلاء مش مصريين وطلب ترشيح أسماء جديدة يتم عرضها على مارسل كلر وزي ما هني بيوضح إن في حدود البدجت المتاع مش عايزين أرقام الغزعبلية عايزين مستوى سوبر بس برقم مالي معايد 2 مليون دولار المكالمات اللي حصلت ما بين بأكد معلومة عمر المكالمات اللي حصلت ما بين أمير توفيق والوكلة الخارجيين بيتكلم في 2 مليون دولار 2.5 مليون دولار أقصى حاجة يدري فحنا الآن إنت وعمر على أمين توفيق بتكلمني على وكلاء لعبين الأهلي الآن لديه إدارة اسمها سكاوتين تيم أو إدارة الكشفين كابتن الكبير كابتن هاني رمزي دولار أي بقى في اللي بيحصل ده؟ الإدارة بعد الملفات ما هتتوصل أنا أسف بعد الملفات الترشحات هتتوصل من الوكلاء الإدارة دي هتتفرج عليهم عشان يعملوا زي فلطرة للأسماء ده مش الترتيب الطبيعي الترتيب الطبيعي إن السكاوتين بيجيب لعيبة فيشوفوا غلاقها فيكلموا لوكلاء دول فمشmsungs manger إدارة التحليل السكاوتينج اشتغل على بديل عالي معلول ورشحوا لاعب سنغالي ولاعب نيجيري واتعرض العمر على قولار وقولار قاله على مركز في المهاجم انا محتاج مواجم وبعد كده بتفرق على زي ما حصل مع كندوسي ما لقيتش مواجم فجبت كندوسي هو جاب كندوسي عشان كندوسي في الاخر هينش يعني هو في الاخر هو محتاج مواجم هو شايف ان الفرص اللي بتدع دي كلها وعدد مرات الوصول للمرمى محتاج مواجم تارجت يخلص الاهداف دي كلها لانه عنده بطولات كتير شايف كولر جمهور الاهل ينقلب عليه